اهلا اصدقائي العزاء انا في خدمتكم بالتحليل الجنية مقابل اليورو في ساعة واحدة في هذا رسم البياني وبحسب سلوك السعر في نطاق الدعم الاخضار من المتوقع ينتهي الاتجاه الهبوطي وسنرى بداية الاتجاه الصعودي بالنسبة للاتجاه الصعودي فمن المتوقع ان يتمكن السعر من تجاوز نطاق المقاومة ثم تجاوز خط الاتجاه المقاومة في هذه الحالة يتشكل استمرار الاتجاه الصعودي ويمكن ان يخلق استمرار الاتجاه الصعودي في رسم البياني بعض التصحيحات على المسار يمكن ان يكون خط ال 50% هو هدف الاتجاه الصعودي وفي هذا البين يعد نطاق المقاومة هذا احد النطاقات المهمة في الاتجاه الصعودي في هذا الجزء من الرسم البياني اذا لم يتمكن السعر من استقرار فوق خط الاتجاه المقاومة فيمكن تشكيل استمرار عملية التصحيح بهذه الطريقة اذا تم كسر القوة منطقة الدعم الخضراء فمن الممكن ان يتوفر هدف منطقة الدعم وسيتم مسح الاتجاه الصعودي ويمكننا ان نتصور استمرار عملية التصحيح حتى هذه المنطقة اتمنى ان يكون هذا الفيديو التحليل مفيدا لكم والى اللقاء الى تحليلات التالي ترجمة نانسي قنقر